قبل ما ندخل بقى في إيه اللي بيحصل بس فكرة الضغط النفسي إيه معناه أو إيه تعريفه هو الضغط النفسي عموما هو الألم النفسي اللي واحد بيحسه نتيجة الضغوط يعني التعب أو الإعياء اللي واحد بيحسه نتيجة المسئوليات المحطوطة على كدفه طوالوقت وطبعا له حاجتين له جزء داخلي وجزء خارجي يعني إحنا طوالوقت محاطين بضغوط في أشغالنا في علاقتنا في حياتنا طوالوقت عندنا حاجات نعملها وورانا مسئوليات وفي جزء تاني هو إدراكي للضغط أعمل إزاي أنا من جوايا بشوف الأمر إزاي وطبعا في جزء منه صحي اللي إحنا محتاجينه عشان نتحرك إيه الصحي ده؟ الصحي لما بكون الضغط ده بيحركي إن أنا أتقدم يعني بكتشف إن عندي مشكلة فمحتاجة حلها محتاجة أشتغل عليها فالضغط ده مفيد أن يحركني بس لما طول اليوم أنا عايش في ضغط وطول وقت أنا عايش في ضغط فده غير صحي الضغط الصحي تمام طيب هل في أنواع للضغوط؟ ولا فكرة إن أنا أكون مضغوطة نفسيا بيكون لها سبب واحد أو يعني حاجة داخلية واحدة هي اللي بتحصل بواي؟ طبعا أكيد لها أنواع لها أنواع وكمان إدراكنا وإحنا تفاعلاتنا مع الضغط مش زي بعض يعني مش كلنا بنستجيب للضغوط زي بعض فيه ناس بتعرف تتعامل عندها آلية للتعاون مع الضغوط فبستعامل بشكل أهدى شوية وفيه ناس بتلوس أول ما بتتضغط هي مجرد ما بتحط في أي مسئولية أو أي عبء بيبقى عنده مشكلة كبيرة فبيبتدي يرفف زي الأطفال ومش عارف يتعامل فبيفضل مضغوط فبيقع تماما فإحنا أكيد نزبع